لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد على الدولة الجزائرية أن تستفيق أنسوا الدول ما عادت تسير بطريقة الحزب الواحد بعقلية جدي وجدك وبالعقليات القديمة الإعلام صار مفتوح إعلامكم الرسمي وغير الرسمي والفضائيات والفضائيات اللي سماها وزيركم الخارج عن القانون ما عادت تؤتي أكلها صفحة فيسبوكية تبع فيها مئتين ألف تهزم لكم كل قنواتكم الفضائية والله العظيم الأخبار التي ينشرها التلفزيون الجزائري والقنوات الجزائرية على مواقعها تقابل بالسخرية من قبل الجزائري حتى لو كانت صحية خلاص إذا استخفى بك الناس وما عاجواش يصدقوك حتى يجيبهم جيب لهم الحقيقة ما راح يصدقوك لذلك على الدولة أولاً أن تعمل على استعادة الثقة بين الشعب والسلطة عن طريق حل هذه المؤسسات عن طريق وضع كفاءات حقيقية في مناصب المسؤولية عن طريق تغيير الخطاب الرسمي الجزائري لأن خطاب الكزب الواحد وخطاب ثورة الزراعية رهوا ورهوا ورهوا جلزوا الزمن الأمر الآخر يجب أن تكون هناك مشروع حقيقي فعلي لمواجهة التحديات القائمة بسببهم هذا الأمر هذا مهم أمر آخر يجب أن تشعر الجزائريين بأنه حدث فعلاً تغيير كيف تحدث؟ تحدث بالأفعال وليس بالأقوال الآن شيء اللي يديروا فيه كل الجزائري يشوف فيه وقت شوي وعي فقط يدرك تماماً أنه لم يحدث تغيير رانا في عهدى خامسة البتفلقة تحت مسميات أخرى هكذا المؤسسة العسكرية عليها إذا كانت تحبت تخلي نفسها مقدسة وبعيدة عن كل شيء لا تجر نفسها إلى مستمقع السياسة إذا جرت نفسها مستمقع السياسة راح يولي القادة نتاعها محل انتقاد وإذا انتقد الجزائريون في شبكات التواصل الاجتماعي وصار حرم المؤسسة العسكرية مستباه في شبكات التواصل الاجتماعي هنا تفقد المؤسسة العسكرية قدسيتها خليكم بعاد عن السياسة وما تظلوش نهار كامل تولون فيه شنقريحة راح البلاصة الفلانية شنقريحة قال شنقريحة قال شنقريحة قال حتى يولوا يسبوا فيها الجزائري هذا قائد أركان منصب مهم عملياتي يحمي البلاد خلوه بعيد خلوه ما كانت مرموقة عفوا هكذا هكذا تكون الأمة هكذا تكون الأمة أما إذا كان جبتوه الملعب السياسة راح يوليه ينتقد والعسكري إذا دخل للسياسة هو ما عندهش تجربة في السياسة أيامات بومدين كان بومدين يقول لهم العسكري مناظل بالبذلة لكن منذ سنوات طويلة العسكري ما ولاش مناظل سياسي لذلك لما يدخل عالم السياسة يدخلها بعقلية الرونجارس وعقلية الكسكيطة وعقلية الكلاشينكوفر راح يفسد ويفسد ويشوه سماد لذلك خليه بعيد عن السياسة إذا كانت فيها أمور ضرورية ترافقها المؤسسة العسكرية ترافقها بعيدة عن الأضوار الظهور الكثير للقيادات العسكرية عبر وسائل الإعلام يقصي الظهر المؤسسة العسكرية يخليها مستباحة ونحن في زمن التواصل العسكريين كل عندهم صفاحات فيها والله ندخل وناس نعرفهم وناس ما نعرفهمش ومعروفين أنها صفحات لكي نشوف عسكري نعرف حسابه ندخل الحساب نتعلم ونشوف الأسماء اللي عنده أكيد عسكر الأكثر هي بتاع لأنهم تلقاهم الألقاب مختلفة والله ما ينشرون يدل على أنه هناك إحباط كبير داخل مؤسسة العسكرية نعم وما أسهل أن تعرف حسابات العسكريين أنا نقول لكم أنا مواطن عادي مواطن عادي وسنقدر نوصل لك آلاف الحسابات العسكريين حتى إذا معرفت شرطاتهم ولكن أجزم أنها أنت عسكرية فضلا عن أجهزة أجنبي ما هكذا ما هكذا لجب أن تكون لذلك على المؤسسة العسكرية أن تضع سياج بينها وبين السياسة وعلى المؤسسة العسكرية أيضاً والأجهزة الأمنية الأخرى أن تتحمل مسؤولياتها كما ينبغي رأنا في مرحلة حساسة مرحلة صعبة رب يجيب الخير لبلادنا وإذا بقينا نتكلموا بمنطق التخويم ما تسمع ليش تسبني وأنا نسبك ما نسمع ليش الجزائريين محتاجين إلى حوار محتاجين إلى سماع كل الأراب وأولهم الناس اللي في صناعة القرار الناس الآن اللي يسمعوا فيه وأنا أجزم بأنهم الآن في المؤسسة العسكرية من يسمعني المؤسسة العسكرية عزيزة علينا نحبوها ونتمنونها الخير من نتمناش أن يجي نهار ونحكي على شنقريح ولا نحكي على القائد الفلان يبقوا دائماً قادة عسكريين لديهم تجربة طويلة في المؤسسة العسكرية لديهم قدوسيتهم ولديهم احترامهم وتقليراً لكن إذا دخلونا العالم السياسة وصبحوا يمارسوا في السياسة مضطرين ننتقدوهم ومضطرين نوروا أخطاعهم وإذا ورنا أخطاعهم السياسية هنا نفتح المجال للتشكيك في قدراتهم العسكرية وهذه هي الإشكالية كبيرة الإشكالية كبيرة الجيش ميكونش قوي إذا كان بدأ الشعب يشك فيه وإذا كان علاقته مع الشعب مش مليحة لنفرض الجيش ره قوي عسكري وعلقته مع الشعب مليحة ولكن السلطة المثلث هذا السلطة علقتها مع الشعب سيء والوضع الاجتماعي سيء والله الجيش رهه في أضعف حال وكان يكون يملك سواريخ هجومية تنتقل من قرة إلى أخر هذا اللي نفكره فيه عندما ننتقده يا جماعة اشهد الله تعالى لا أكلم حقتي أي كان عندما أتكلم راني نقول أخطاع ما عادش نستطيع نصمت عليها غذينا الطرف في الفطرة الماضية على كثير من الأخطار قلنا الآن التصليح يأتي بالتدرج ولكن لما وصل العبر حتى برئيس الجمهورية بهذه الطريقة يا إخواني الكرام أنا ما نقدرش نسك المساعدة اللي حب يسمعني أهلا وسهلا اللي ما حبش يسمعني الله يسهل عنيه واللي راح يجي يسيبني راح نبلوكيه ما نحتاجه بشيه أنا نكلم الناس اللي عندها خلق الناس اللي عندها وعي قد يكون كلامي صحيح وفيه الغالط ما عليهش لما توريهولي وتكتبلي وتبينلي والله راح نحترم وأنا ممكن نقولكم على هذه الأوضاع والله العظيم ويشهد رب أنني أتمنى أني نكون غالط ممكن نقولكم الجزائر رايحة للتدهوة راي والله في ذا نفسي نقول يا ربي نكون غالط يعني كل الحيثيات تقولي هذا ولكن أتمنى أنها تظهر حيثيات أخرى تبين لي باللي راني غالط وراني نضرب في الريح بهلوة إخواني الكرام لا رأى الوضع راه صحب ما بعد كورونا ليس مثل ما قبلها والله كينا قوى راح تأكل القوى اللي عندها ثروات وتأكل الدول اللي عندها ثروات ما كانش حاجة تحصن الدولة كيما ثقة الشعب كيما التحام بين الشعب والسلطة والشعب لا يمكن أن يلتحم على سلطة إذا كان معطلهاش المشروعية وإذا كان ما يصدقهاش وإذا كان تكث بعليه وإذا كان ما شافش منها الخير يشوف منها غير الوعود لازم يشوف منها البروط لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله